أحوال الناس بعد الأعمال في الدنيا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين فهذا هو القسم الأول من أقسام الناس بعد الموت وهم من يصيرون إلى سجين وإلى أسفل سافلين وهم الذين بدأ بهم الله تعالى ذكرا في هذه الآية في قوله ثم رددناه أي بعد موته أسفل سافلين وفي الآية التي ذكر الله تعالى فيها الخلق مفصلا قبل قليل الآية التي في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحمة ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله وحسن الخالقين ثم بعد ذلك قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون هذه القيامة الصغرى ثم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فذكر الله بعد الخلق المآل ذكر القيامتين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى التي هي موضع الجزاء والحساب ولذلك تجد أن الله في هذه السورة ذكر في آخر الآية ما يتعلق بالجزاء والحساب فما يكذبك بعد بالدين فدل ذلك على أن قوله ثم رددناه أسفل السافلين أنه الرد إلى النار بعد الموت لأهل الكفر الذين لم يؤمنوا بما جاءت به الرسل وهذا حال فريق من الناس ترجمة نانسي قنقر